عايز سألك كمان اتكلمت بحبارك من شوية على ياسر إبراهيم وعودته لما كان غايب ورجع على الشارك اتكلمت على أحمد عبدالقادر اتكلمت على محمود متولد لعيبة لك اتغايبة ورجعت منهم برضو أكرم توفيق مظبوط أكرم توفيق أضاف ايه الوسط ملعب الناجي العالي؟ أضاف الشراسة وانت ما معك شكورة وأضاف ان انت عندك لعيب عنده القدرة انه يتحول من الهجوم للدفاع ومن الدفاع للهجوم بسرعة كبيرة دي نقطة كان مفتقدة النادي الأهلي بشكل كبير في وقت من الأوقات في وقت من الأوقات كان وسط الملعب بتاع النادي الأهلي تحس انه هو كلاسيكي الديفندر ديفندر العشرة عشرة التمانية تمانية الستة ستة الحتة دي ما بقتش موجودة دلوقتي في التلاتة اللي بيلعبه يعني انا شايف ان التلاتة اللي بيلعبه يمكن باستثناء مروان عطية شوية هو اللي بيبقى ثابت قدام الاربع طوى خط الده نما انت عندك امام عشور عنده حرية حركة عندك اكرم توفيق بامكانياته البدنية بيقدر ان هو يتحول من الدفاع للهجوم والعكس انا شايف ان دي يعني يعني انا شايف ان دلوقتي ده افضل شكل الخط وصل النادي الأهلي شباب سرعة قوة تحولات الدفاعية هجومية والعكس انا شايف ان التلاتة دولهم في المباراة اه في المباراة الصعبة والسهلة ولا في المباراة الصعبة فقط عم كمان عشان في اكرم توفيق ومعنا اعطيها دلوقتي بص يا كريم فضل كرة دلوقتي ما فاش مباراة سهلة اه يعني انا النهاردة معلش يعني طبعا مع كامل الاحترام نادي بلدية المحل نادي صاعد ونادي عامل موسم كويس جدا وعمل نتايج يعني عامل مباراة بشكل كبير جدا انا النهاردة كمدرب لو انا شايف نادي بلدية المحل ده مطش سال ما كنتش لعبت بالتلاتة الاساسين بتوعي اللي هو انا وجهة نظري هم دول اللي هلعبوا مطش الترج فالكرة ما فاش مطش سال ومطش سعب انا وان اكرم امام انا ده وجهة نظري ان التلاتة دول لان التلاتة دول عندهم قدرات دفاعية وقدرات وجومية والنهاردة انت ممكن تحاول الطريقة يعني انت ممكن بالتلاتة دول ممكن تلعب اربعة تلاتة تلاتة ممكن تلعب اربعة اتنين تلاتة واحد ممكن تلعب اتنين جنب بعض اللي هو مثلا مروان واكرم وقدامهم امام ممكن تلعب مروان لوحده وتزوء اكرم جنب امام هي فيها يعني فيها مرونة خططية بشكل كبير جدا عظيم هسألك سؤال وقول لي اه ولا لا اي لاعب في وسط الملعب النادي الاهلي ينفع يتغير وينفع اي حد ممكن يخش مكانه إلا امام عشور اه او لا تاني معلش اي لاعب في وسط ملعب النادي الاهلي السلاسة ده ينفع يتغير بلاعب اخر من برة إلا امام عشور اه اعتقد اه اعتقد اه وده بخلي بالك ده هتلاقيه باين في المباراة اللي فاتت يعني حتت برضه ان امام يرجع من اصابة كبيرة اللي حصلت له بتاعت كتفه دي وانه برضه يعني اول ما يرجع يلعب على طول ويبقى متواجد على طول انا شايف ان ده كلام من طب ليه بقى يا كابتن نظر الحالة الفنية والبدانية اللي هو فيها دلوقتي انا شايف انه هو يعني بيقدي بشكل مهم جدا انا شايف انه هو مش عايز اقول اهم لاعب في خط وسط النادي الاهلي لان برضه الناس اللي بتلعب حواليهم ساعدية بشكل كبير جدا انما حالته واصراره في الملعب انه هو يقدي بشكل كويس اصراره انه هو يبقى له دور ويبقى له بصمة في الملعب هو ده اللي موصله لكده ان انت النهاردة انا شايف انه كولر مثلا يعني في وقت كتيرة جدا اللي يبقى اللي هي راجع من الاصابة بيرجعهاش على طول ده الوحيد اللي هو رجعه كده معنى كده ان ده حد او ده لاعب بيعمل حاجة مختلفة عن بقية الناس اللي هي موجودة في الفريق او في وسط الملعب بتاعنا دي طيب اشتركوا في القناة